امت الله من السعودية أن يستعاض به أو يجعل محلا للتجارة والبيع والشراء وعرض كما تعرض السلع ولكن لما كانت الحاجة داعية إلى نشر المصاعف وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال البيع فلا حرج إذا كانت المطبعة سليمة وليس معروفا عنها يعني مثلا الأخطاء في الطباعة أو مثلا التصرف في الآيات القرآنية لا بأس في ذلك ولله الحمد والمن لكن على الإنسان أن لا يجعلها تجارتها الأصلية يعني ما يجعلها الواحد تجارته والله بيع مصاحف لا مكتب فيها كتب من جملتها المصاحف